بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد والعبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع سلسلة فقهياتي زكاة الفطر العنوان دي لت الحلقة هذي الشروط ديال الصادقة ديال الفطر وتتسمى زكاة الفطر وإحنا نقول لها الفطرة الشروط ديال باش تكون واجبة العلمين زكاة الفطر واجبة ومتى تلزم في الوجوب ديالها إلا بشروط نذكرونش الأولى لي الإسلام فليه ماشي مسلم ما واجبش عليه كما ما ما تيصومش لأن فينا وصيام باش غدي يكون طهرة للصائف ما كان صيام أصلا فلاذا تخصي يكون مسلم غير مسلم كل شيء واجب عليه ولكن تخصيح الباب ديال الإسلام بعده ويقول أشهدوا لا إلهي الله وأشهدوا أن محمد رسول الله عادي يولي تيدينا تشهدها أما إلى شهدان جميع الأعمال دياله بلا إسلام لا تقبل لأن سيد ربما سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا أعمالهم كصراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فهو فوعي سابه وقال سيد ربما سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منظورة خص الباب بعد اللول يفتح ويكون مسلم فلاذا ما كيش الإسلام فلا تلزموا زكاة الفطري غير المسلم الثانية يكون قد باش يخرجها وشنوها القدرة معناه عنده المقدار الزائد على الحاجة دياله الأصلي ينهار العيد وليلا ديال العيد فلهذا هنا تيخرج وديزكا اللي تنشد ونعطي هنا شديد دبل عند الناس واحتلت نعطي العود اللي هو من أفقر مني باش يقول اللي احتهدك الفقير سيحس بهذا المسألة هدي اللي هي التكافر فيما بيننا بالنسبة للمشتمع كله تبو الله يفقنا لما في الخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة